وحتى لو في الاخر مرهاش حل وحتى لو في الاخر مرهاش رد بس يبقى عارف حتى يبقى الإيجو مش هاش مش خايف لحسن حد يعرف الموضوع ده أو مش خايف لحسن حد يواجهه بالحتة دي لا عادي انا عارف ان الحتة دي نجتب بس انا عارف كمان يس بالزبط ماش كبيرك الكتابين دول بالنسبالي هما سمعوا مع بعض في سيزن فات من بوكاست ما تعلمناهش في مدارس وكتب مش في المناهج شفنا ازاي اعضاء البوكس كوتشنج داب اختاروا كتب اثرت في حياتهم اللي درسناها سوا لانهم طبقوها فعمل التغيير ايجابي في حياتهم الشخصية والعملية السيزن ده قصة اضيف كمان اعضاء من ال ICF Community وهنجوف مع بعض كتب تانية غير حتى اللي درسناها في البوكتب ازاي كمان ممكن احنا نستفيد من المحتوى بتاعها وطبقهم ونكون كده inspired بالstories اللي هما هيقولوها لنا عشان احنا كمان نستفيد بتغيير ده حياتنا الشخصية والعملية يلا بينا تعرفوا ان اكبر مشكلة في السي في بتاعكم انكم بتكتبوا job description في ال experience عشان ببساطة ما بقاش فيه HR بيقرأ لدش ده خلاص فلو محتاجين تكبروا في الكارير بتاعكم من خلال رازمي قوية احضروا الكورس المجاني اللي عملته لكم عن ازاي تكتبوا الانجازات بتاعتكم في السيرة الذاتية عشان كمان تحطوها على link the end وتعرفوا وتتكلموا عنها في الانترفيوز وبكده تتميزوا عن غيركم في اي تقديم على شغل او ترقية اتدوا الكورس المجاني عن ال CV achievements على neveenzehirrostom.com slash resources ايه الكتاب التاني بقى و ايه الدروس المستفادة منه و ازاي طبقتي طيب بص يا سبتي الكتاب التاني انا رسا بكمله بس بصراحة هو عمل shifting كده شوية في المينزيت عندي اسمه think again ايه الكتاب كان بسامبلي بيتكلم عن ازاي تطبق scientist mindset يعني ايه يعني ان انا بقى دايما عندي curiosity ان انا عرف اكتر مش طول الوقت انا عارف 100% مش طول الوقت فكرتي صح مش طول الوقت الطريقة اللي بشتغل بيها صح مش طول الوقت معلوماتي كلها صح حلو قوي انك تسمع للناس التانيين وتنجشيت معاهم وتشوف ايه الحاجات اللي هي بتقول عكس الفكرة اللي عندك وساعد ده كمان او قال ان ده ان انت ده هيزود اصلا المينزيت عندك وهيزبط عندك حتة لما انت عندك حتة imposter syndrome يعني imposter syndrome ان انت يبقى عندك معلومات كتير قوي بس ما عندكيش confident لا مع حتة imposter syndrome ده هيخليك تعرفي معلومات اكتر وتبقى عندك فكرة ان طبيعي يا جماعة ان انا مش هيبقى عندي حاجة عادي ان انا مبقاش عندي 100% اتكلم عنها بطريقة حلوة قوي imposter syndrome ان انا طول الوقت احنا بنتكلم عليها من حتة ان انا ازاي تخلص منها ازاي ان دي حاجة وحشة وان ازاي ان دي حاجة معطلوني قالك لأ ما انت لو اعملت applying the scientist mindset وبدأت تapply حتة حتة انت هتعرف ازاي تستخدمها صح انك هتبدأ تتعلم اكتر هتبدأ تجذيب اكتر تعرف الناس اللي قدامك بيقولوا المعلومة دي منين تدور على الحاجات اللي بتقول عكس المعلومة اللي عندك اوكي فكأن الواحد يعني ايه ما ياخدش كده بالمسلمات وخلاص او يؤمن بفكرة او لابل حتى يحطه على نفسه وخلاص لكن اوكي اتخني مع الفكرة يعني حاول تثبت انها صح حاول تثبت انها غلط وشوف مين اللي هيكسب ولو الموضوع على يعني search اكتر اعرف اكتر عشان اصلا تعرف تثبت هي صحة ولا غلط ونشوف عمليا ونشوف حاجة فيه evidence فيه دليل على كده ولا دي فكرة في الهوى جات لي من اي حتة انا اشوف حتى جات لي منين يعني اثبت اثبت دي حقيقية ولا لا يعني بوسي نيفين انا حضرت كورس كان زمان اللي علاقة بالinstruction design كان حد علمنا حاجة اسمها red team red team ده ان لو انت بتحضر material او حاجة للترينج كان فيها red team حاجة في هما الناس اللي بيشتغلوا في برنول زمان او كده او في الصحافة زمان ان لو حد طلع مقالة يدي المقالة دي لتيم تاني اسمه red team red team ده يفضل ينخرب في المقالة يشوف ايه الحاجات اللي بتثبت عكس المقالة دي كان بيعلمنا احنا ازاي نعمل رحنا red team لنفسنا تكونسدر رأيك ورأي الاخر وتقول لي وجهة نظرك في ايه اللي يثبت وجهة نظرك او ايه اللي يثبت وجهة نظر التانية لو انت عايزت تقفي في صفح بالزبط ولما طبق scientist mindset هتزبط عندي حياتة لو انا في شخص عنده حاجة اسمها fat cat syndrome المعنى ان الشخص بيبقى وصل لمرحلة انا عارف كل حاجة انا تمام ما عندوش mental agility هو انا دماغ لي تمام انا thoughts بتاعتي تمام انا information بتاعتي تمام فوصل لمرحلة من confidence عالية جدا بس ال info عنده ولا يلا قوي ايوه اللي هو البلونة المنفوخة يعني يعني هو منفوخ هوا بس يعني فيه صفحة لما تعودي مع ما تلاقيش اوكي لما تعودي مع ما تلاقيش ايوه ايوه معضل كل بداية اول سنة كتب متراكمة مفيش وقت نقراها مفيش تشجيع مفيش طبيق حتى لو قرينا وده اللي حرقني في 2021 اني اعمل ال Book Coaching Club بي سي سي وحل كل المشاكل دي ولسه مستمرين انا واعضاء الكلاب معايا نيفين روستوم كريل ساتيسفكشن اكسبرت وال Books Coaching Club مش بيوقف علينا احنا بس انا كمان بقيت اشاركه مع مكتبات ديوان ومع مستشفى سبعة وخمسين رادي تتجوين ال Books Coaching Club ادخلوا على www.nivinzahirostom.com slash bcc سي سون في الديلي لايف برضو زي عملتي بالكتاب اللي قبله ازاي ده ممكن حتى one tiny information منه ممكن تبقى applicable النهار ده وبكرة بصي سيمبلي انا كنت بعمل ايه انا بدأت ان انا لما حد يجي يقول لي مثلا سارة انت المعلومة دي عندك غلط او الطريقة دي عندك غلط الاول كنت لأ هو انا يعني مش غلط لان انا تعلمت ده مثلا ده من حد تاني ايه وبعدين بقيت بفكر ان بقيت افكر نفسي باللي هو لأ هو كتاب كان بيقول scientists my insight فبالراحة كده واعودي كده حتى لو هتقولي للشخص لأ اعودي كده مع نفسي وابدأ اكتبي المعلومة بتاعتك او اعملي search وشوفي ايه اللي بيثبت عكس المعلومة بتاعتك فهو الموضوع مش هيجي في يوم وليلة الموضوع ان انا هبدل افكر نفسي دايما ان انا ان انا مش طول وقت انا صح مش طول وقت اعندي الانفو كاملة احنا فعلا مش اللي هو المعلومة بتاعت اه كتير لأ انت ممكن يوم وتاني يوم تلاقي حاجة جيدة جدا طلعت صح في نفس اليوم ممكن تلاقي حاجة جيدة جدا طلعت صح فسيمبلي انا كنت بقيت ازاي انا كنت بقعد مع نفسي اشوف ايه اللي بيثبت عكس او ببدأ اشوف طب ما يمكن الشخص ده فعلا عنده حاجة ما يمكن الطريقة اللي بيقولي عليها هي صح وما فيش حد فينا صحة 100% ايوا في مبادئ النيجوشياشن وحتى ناس بتوع السيلز قبل ما بيروحوا اي ميتنج بيحضروا من المنطلق ده ان انا مثلا عندي برودكت معين او سيرفوس معين عايز اقنع بيها الناس وانا عارف ان فيه اعتراضات على واحد اتنين ثلاثة بس انا محضر محضر الرد على الاعتراضات ده ايه وإيه اللي ممكن يبقى يحول الاعتراض ده الحاجة positive يعني يمتقى بيتميز عن السوق بسبب الاعتراض ده فيعني ان الواحد يعني ما يخافش يبص على ال negative points وحتى لو في الاخر مرهاش حل وحتى لو في الاخر مرهاش رد بس يبقى عارف حتى يبقى الايجو مش هاش مش خايف لحسن حد يعرف الموضوع ده او مش خايف لحسن حد يواجهه بالحتة دي لا عادي انا عارف ان الحتة دي نجيتب بس انا عارف كمان positive يس بالزبط ماش كيقولك الكتابين دول بالنسبة لي هما سمعوا مع بعض لان الكتاب الاولاني كان بيتتلم عن الايجو والتاني جيبها دي على طول فالتنين عملوا لينك وبنوا على بعض عندي ايوه فالفرق عندي كان كبير ايه اوي وعمليين جدا يسارة فعلا الزبط انا كيكا نسا ماكمله بس يعني لحد دلوقتي هو فعلا عامل فرق فالتنين شتغالة بلا ما تكمله كمان ايوه اعتقد دهات اللي كتبوا ادم جرانت صح؟ اه اوكي عرفته بوسي هو المينسيت بتاعته حتى انا بقعد تسمع بودكاست لي او اي حاجة فلا هو فعلا لا فوضيع يعني الانفورميشن بتاعته حلوة والمينسيت بتاعته حلوة يعني بتقعد تسمع حاجة موجة نظر هو انت جبتها كده ازاي ايوه جيد تينكي سو مات يا سورا تينكي يا نيفين والله مستنى انا شفتك وانا كمان قوي ان شاء الله انا بعض اتمرات جاية كمان اكيد ان شاء الله انا عنافسي كان ليا اكشن ستابس كتيرة جدا من الكتاب ده حاجات ممكن اطبعها وحاجات اقدر اتجنبها حاجات عايزة تبنيها حاجات جديدة فيوتيوب زي ما متفقين الـ IEO فورميلا لازم تطبق بإمدير عشان يكون فيه حب جدا اعرف من الكتاب ده وابدتني كمان بعد تطبيقها كيف تطبيقها؟ كيف تطبيقها؟ شكرا ي�십ización شكرا